راح نشوف هون الاستعمال عملي لزي ما حكيت لا يجي تعمل بنفسه. هو جهاز عام لجيج. فعند الجيج انا شاب الجيج انا جبت انا جيبتم المصنع جيبتم المكان. وممكن يكون هاد او الحزن ديش النوع. شبكناه على الخط اللي موجود هون. والخط هاد راح ياخد من الضغط اللي موجود للسائل اللي موجود هون. السائل موجود هون راح اغير الضغط تبعه بتغيير او الاوزان اللي موجودة هون. هلا راح تشوفوا هاي مكتوب عليها الضغط اللي راح تسببه حسب الاريا اللي بتيجي معها. فالاريا معروفة اللي بيضغط عليها. معروف الوزن تبع هذا الديسك او اللي راح يمحطهم. فازا اخدنا بعين الاعتبار الاريا اللي هي موجودة عليها والديسك اللي موجود هون. راح اضر اعرف ايش الضغط هتكون. اخدنا نطلع نشوف هون كيف عملية الكاليبريشن. هلا في البداية حتى يرفع الضغط في الداخل هوماني ولي عمال يرفع تبع تبع تلكويد ده الشيء المناسب في البداية عشان يقدر يرفع يطلع الديسك يطلع الويتس. فهون عماله برفع للضغط اللي هو بتوقع. هو بتوقع وراح يصير في الحالة هاي من الويتس هدول. رفعه في البداية بس ما الويت. هلا لسه ما اعمل كاليبريشن. هلا ازا بتطلعوا هون حتى يكونوا فعلا مرفوعين بالبريشن لازم يلفوا بحرية. ازا كانوا قاعدين على الهات ما بلفوا بحرية. فهو حتى يتاكنهم بلفوا بحرية بمسكهم بضلفهم. راح تشوف بضل يلف باستمرار. عشان يتجنب اي موجود. ها يرتفع. هين هون? هم الان مش قاعدين على هاي. هم الان اللي ايش يرافع هون? ضغط الزيت. فصار ضغط الزيت هلا اللي بيحدده او الهاب اللي بيحدده الديد ويتس اللي موجوده هون. هادا طب الايد اللي كان يعملو بس حتى يرفع اللي بريشن ريوصلها للضغط المناسب. هي شايفين رفعوا بيده ونزلوا بيده واتحرك مع الزيت. ريحاول هو طول عملية الكربريشن حيخليه سبني. عشان يمنع وجود اي استاتيك فريكشن. لما بناشي استاتيك فريكشن هو ليمنع هذا ينزل. ديكون لي بريشن هو اللي بيقام. فهلا وجد هو انا بعرفش قد ايش كان الويت اللي هون بس هو بقول ايش كانت وحدة. اللي هي مش متر امبيري اليونيتس. اللي عملية الكالبريشن معناها في البداية. انو انا بحط وزن معروف او معروف وبشوف ايش الجهاز بعطيني. برض بحط تاني معروف وبحط ايش الجهاز بعطيني. بقدر ارسم الان ما بين العلاقة ما بين الانبوت والاوتبوت. قبل ما اهمل conversشن في كلمة בכacker الصحيحة هي انا لاي العلاقة بين الانبوت والاوتبوت از اتس ابل ما اغيرها هو اعيرها. غيرها واعيش. كمان بدنا نتأكد انه مش طالع على الاخر وضارب في الهو رد هلا نفسه عم بنفسه هلا بده قيم الويتس. ليش طب نفسه قبل ما يقيم الويتس. لو قام الويتس رح يضرب السلندر لفوق. لانه الاشي الوحيد اللي موقفه هو الويتس. هلا هاي مهمة هون. هاني الاريس مختلفة. هادا القطع اللي بتنحط هون الها ارياس مختلفة. حسب الاري اللي بحطها الديسك هلول بصيروا يعملوا مختلف. مش البيعتمد على الوزن او الاريا. اللي بحدد الاريا هي القطعة هاي القاعدة. القاعدة اللي بتنحط. فهاي الها ارياس مختلفة. حتى تعطيني رينج واسع. فهون حاطين عندها هالي ايش ايش? ايش كانها بتسمح لي ايس العالي. الخمسة وعشرين. بس ميش هي اللي بتحدد القطع اللي بحط عليها. هي بتحدد الاريا. هلا هادة مختلف. بفك ال الاصلي بحط جديد هادة بكون الو اريا مختلفة. الاريا اصغر بتكون هون? فهذا اسمه فهذا بعطيني للخمسة. هلا اذا انا مثلا بدي بمنطقة الخمسة بفك تبع الخمسة وعشرين وبحط هادة. بعدين بصور احط مناسبة للخمسة. وراح تشوفوا هلا الويتس نفسها فيه لها اه رقمين. رقم بناسب الال ورقم بناسب الاتش. هذا الويت. يا بعطيني خمسة وعشرين بي اصاي ازا نحط على تبع الاتش. وعطيني خمسة بي اصايز انتبع طبع الالب. طب ما هو وزنه نفسه. كيف اعطاني بريشان مختلف? انه انقاعدة الها اريا مختلفة. القاعدة اللي انا حاطتها الها اريا مختلفة. هاي الاريا صعب نشوفها من بره. تتحدد في داخل هذا السين ده. بداخل السين ده هو بحدد الاريا المختلفة. طب ليش بدي الويتش? عشان اعطان اجيب رينجز مختلفة. انه ممكن انا جايب مثلا اه اه قيج بي اس بي رينجز صغير. بريشور صغير. ما بادر عملو كليبريشن عالدسك اللي كبير. بجيب الدسك الصغير وبعدين بعملو كليبريشن عالي. اللي بي اس الرويه الي اريا اكبر. ولي بي اس رينج الهاي الي اريا اقل. بلس هايو? راح اتلاقي لو اطلعت احنا ما شايفين هالاريا ما وحده ههن كان هم خبية داخل هاي. بس لو اطلعنا انها راح نلاقي في اقل لتبع الاتش. في ا اكبر لتبع العلي. عشان ايري تتوزعت. اذا ازا 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 دعوص على ايريا صغيرة بتعطيني عالين. وزا ازا 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 تتوزعت على ايريا كبيرة بتعطيني قليل.